السلام عليكم الدراري جيب لكم خبر اكثر من رائع اللاعب المغربي ان اصرف حاكيمي ولكن صح اللاعب العالميين بحيث انا الصديق ديالو اللاعب معها في ريال مدريد في المدراسة ديالو اللي هو سيرجيو ريجلون دواغ على اصرف حاكيمي ونصيحة العطالة بحيث يتقال هاد الكلمة بحيث يتقال الكلام مهمة لحاكيمي المهمة الخوة تبتبعوا على فيديو تلخر حتى ستشي بقية متحطش في المواقع المغربية يلا تحط في المواقع الانجليزية وحاولت تحطو لكم في اقرب وقت ممكن نبدأ بش نقال ريجلون قال ريجلون الستاندار سبور انه شيء مميز يعني انتوني كونتي ليجا حاليا تطنهموا لمدرب ديالو انه يحبوا التدريب الجد ولكن الان ليس لدينا الكثير من الوقت العمل على الاشياء التي يريدوها على الارض الملعب لذلك قمنا بالعديد من الاشتماعات مع مقاطع على الفيديو هذا الاسبوع لم ألعب بخطة خمسة في الخلف من قبل يجب ان اتعلمي بسرعة واخبرني المدرب كونتي انه يريدوني ان اكون صربا في الدفاع لكن في نفس اللحظة يجب ان اصيلاق المنطقة الجزاء ووساعد المواجمين واحريز اهداف وصنع اتمالات الحاسيمة الان لدي فرصة اكبر لتجيل اهداف وتقديم اتمالات الحاسيمة فلنعمل يعني كونتي مليجا بغايدية ذيك الخدمة اللي كان درم على انتر للاصرف حكيم الازهرة اللي كان درم معهم يعني يحاولوا يساعدوا الهجوم ويساعدوا الدفاع وكان كالعب خطط الخمسة يعني ثلاث مدافعين قلوب الدفاع كيبقوا فيكس وجوج الازهرة كيعاونوا الدفاع وكيعاونوا الهجوم وهنا في دول حاكيمي بحيث قال لقد تهدت الكثير من المقاطع الفيديو للتيالسي وانتر ميلان ولدي صديق وهو اسرف حاكيمي الذي تحدثت معه عن المدرب اللي كان درب حاكيم فلانتر قال لي حاكيمي اخبرني حاكيمي اني سوف اتحسن كثيرا تحت قيادتي وارد وان افعل ذلك في اسرع وقت ممكن وقال لي انه سيتعين علي العمل بجد حقا لكني سوف اتحسن كثيرا في غضون اسبوع يمكنني رأيتي ذلك بالفعل يعني نصحه باللي خاص يخدمه وقد يتحسن تحت مدرب كونتي اللي يساعد الحاكيمي بشكل كبير من الانتقال له بحيث في الظرف عام القيمة دلو طلعات دلو بالصح هذا ما كان اخوت اجبلكم في شنوق الحاكيم من ريجلون تشال الله وليفرازكم